أصعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم أينما كنتم الرأي الحر الرابع عشر من شهر يونيو سنبدأ الليلة من لبنان الحقيقة مدة لم نتناول في هذا البرنامج لبنان لكن لبنان يعني المرهق والمتعب والمثقل الحقيقة بمشاكل اقتصادية وسياسية يفرض نفسه الليلة وبقوة اثنة عشر محاولة فاشلة لخروج رئيس لبنان إلى النور تصور لم يحصن أي من المرشحين المطروحين على الساحة السياسية وهما سليمان فرنجية وجهاد أزعور على العدد الكافي من الأصوات في الدورة الأولى لجلسة البرلمان في حل لم يتأمن النصاب لجولة ثانية عندما غار غادر بعض نواب حزب الله في سيناريو شبيه بالجلسات السابقة طيب يعني أين تقمن المشكلة؟ ولماذا هذه الطبقة السياسية في لبنان بهذه العقلية وبهذا السلوك؟ وكأنها لا ترى أو ضاع لبنان الاقتصادية والسياسية إلى أين وصلت؟ يتساءل كثيرون الحقيقة ثم من المتسبب؟ وهذا السؤال نوجهه للبنانيين ولكل جمهورنا من برأيكم المتسبب في استمرار الإنقسام السياسي؟ طبعاً يريد كل واحد تكون عنده معلومة ليس فقط هكذا القأتهم بدون حجة من العقب في هذا المشهد وهذا البلد المرهق والمتعب؟ لوضاع في لبنان على فكرة غير مسبوقة نسبة فقر يعني ناس لا تجد حتى غذاء يومها العملة في الحظيظ يعني أوضاع غير مسبوقة في هذا البلد والسبب الرئيسي نخبته لم تتفق ولم تخرج بإطار سياسي ينهض بهذا البلد لبنان إذن 12 محاولة فاشلة لانتخاب رئيس جديد من العقب في هذا البلد المتعب؟ ومن يعمل برأيكم على تعميق الانقسام السياسي؟ ساعة ثانية موضوع مهم أيضاً بل موضوع قنبلة إن صح القول انفجرت البارحة في تونس تغريدات منسوبة لنادي عكاشة ومن لا يعرفها في تونس وهي المديرة السابقة للدوان الرئاسي هذه التغريدات الحقيقة خطيرة وخطيرة للغاية تتهم سعيد بالتآمر على أمن الدولة طبعاً هي عكاشة في هذه التغريدات المنسوبة إليها كما قلنا وسأتي على ذكر النفي تعترف أيضاً بالمشاركة في التآمر على أمن الدولة لكن التغريدات تتهم سعيد بالتآمر الصريح والواضح على أمن الدولة والخيانة والتجسس أيضاً والتسبب في سقوط الآلاف من أرواح التونسيين من خلال تمنعه عن أخذ مساعدات لقاحات من بعض الدول هذه التغريدات صحة سعيد غداً يكون أمام محاكمة ومحاكمة خطيرة وتاريخية بعض المواقع الحقيقة الإخبارية قالت وادعت أنها تواصلت مع عكاشة وأن الأخيرة نفت صلتها بهذا الموقع وهذه الصفحة التي عرضت التغريدات وفي هذا قيل قال الحقيقة الأمر حتى أكون أنا أمين هنا وهذا دوري لا تبدو الأمور واضحة كل الوضوحة طيب نوجه هذا السؤال للتونسيين وكلهم تابعوا بالتأكيد الجدال هنا وهناك ما صحة هذه التغريدات برأيكم ما خطورتها إن صحت حتى نلتزم بجانب المهنية والأمانة ثم ما تدعياتها تونس إذن تغريدات خطيرة وخطيرة للغاية منسوبة لندية عكاشة كما كنا تتهم قيس سعيد بالتآمر ما صحتها ثم ما تدعياتها كل هذه الأسئلة سنعرض عليها في ساعتنا الثانية طبعا لمن يود أن يجهز مدخلته لكن دعونا نبدأ من لبنان وهذا الأرق وهذه المعاناة التي يعانيها بلد بأسره وهو ينتظر الحقيقة رئيس جديد وللمرة الثانية عشرة يفشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد من هو المشكلة؟ أوضاع لبنان معروفة لكن لا شك أن هناك طرف أو أطراف سياسية عقبة حقيقية أمام استقرار ونهوض هذا البلد أهلا بكم مجدداً وللمرة الثانية عشرة فشل برلمان لبنان اليوم في انتخاب رئيس يخلف ميشيل عون الذي انتهت ولايته منذ أكتوبر الماضي وبعد جلسة ساخنة لم يحصل لسلمان فرنجية المرشح الذي يدعمه حزب الله وحلفائه ولا جهاد أزعور وزير المالية السابق على العدد الكافي من الأصوات للظفر بكرسي الرئاسة حصل أزعور على تأييد تسعة وخمسين صوتاً من أصل مائة وثمانية وعشرين نائباً في البرلمان في تصويت أولي أي أقل من الثلثين المطلوبين للفوز في الجولة الأولى في المقابل حصل فرنجية على واحد وخمسين صوتاً في الجولة الأولى وانتهت الجلسة عقب انسحاب نواب من حزب الله وحلفائه ليعطلوا بذلك نصاب الثلثين المطلوب لإجراء جولة ثانية من التصويت يمكن لمرشح أن يفوز فيها بدعم خمسة وستين نائباً يحتاج المرشح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي ستة وثمانين صوت للفوز تصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية خمسة وستين صوتاً كما ذكرنا لكن النصاب يتطلب الثلثين في الدورتين من المنتظر بنظر متابعين أن يؤدي فشل التصويت على تعميق التوترات الطائفية في هذا البلد وهو غارق فعلاً في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم والذي يواجه أيضاً شللاً سياسياً غير مسبوح في ظل غياب رئيس الدولة ومجلس الوزراء كامل الصلاحيات وانقسام البرلمان مقعد الرئاسة في لبنان كما هو معلوم هو منصب مخصص لأحد أفراد الطائفة المسيحية المارونية بموجب نظام المحاصصة الطائفية وهو لا يزال شاغراً منذ أكتوبر الماضي عندما انتهت ولاية ميشيل عون المتحالف مع حزب الله في غمار هذا التوتر الطائفي المتزايد عرقلت الفصائل الشيعية الرئيسية خطوة من جماعات منها أكبر حزبين مسيحيين في لبنان لانتخاب جهاد أزعور وهو زير مالية السابق ومدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي تدعم جماعة حزب الله التي تقول أنها تمارس حقوقها الدستورية تدعم حليفها المسيحي الوثيق سليمان فرنجية وهو صديق للرئيس السوري بشار الأسد الذي يدعم بشدة حزب الله من جهته يقول أزعور أنه يريد من وحدة وطنية وتنفيذ إصلاحات في بلد غارق في أعمق أزمة منذ الحرب الأهلية يعد حزب القوات اللبنانية ولديه كتلة برلمانية مسيحية وازنة والتيار الوطني الحر حليف حزب الله المسيحي الأبرز الرافض لوصول فرنجية وكتلة الزعيم الدرزي وليد جوملات من أبرز داعمي أزعور بالإضافة إلى بعض النواب السن رئيس البرلمان اللبناني نبيه مري قال إن انتخاب رئيس للبلاد لن يتحقق إلا بالتوافق وهو صادق في ذلك بالتأكيد لكن هذا التوافق يبدو مفقود ولفترة طويلة ودعا إلى سلوك ما سماه طريق الحوار دون شروط وأن لا يلغى حق أحد في الترشح وشدد بري بعد انتهاء جلسة البرلمان على أهمية أن يكون الحوار تحت سقف الدستور وأضاف أن الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم ينتظرون من اللبنانيين أداء وسلوكا يليقاني ببلدهم والحقيقة ليس فقط الأشقاء ودول العالم بل الشعب اللبناني الشعب اللبناني قبل غيره ينتظروا من هذه النخبة ومن هذه الأحزاب أن ترتقي إلى مستوى جراحات البلد 12 أو 12 محاولة فاشلة إذن لخروج رئيس لبنان إلى النور وانتخاب هذا الرئيس الجديد المنتظر لم يحصل أي المرشحين المطروحين على النسبة المطلوبة وفي الجولة الثانية غادر نواب من حزب الله وبالتالي لم يتوفر النصاب المطلوب في سيناريو مكرر أين تكمن المشكلة ومن المتسبب في استمرار هذا الانقسام السياسي وتدعياته كما تعلمون على بلد كان الحقيقة يعد سويسرا المنطقة والآن يعاني الأمرين في وضع لم يحصل في تاريخ هذا البلد نعود الجمهور بعد قليل لكل من يود أن يشارك أن يدلي بدلوه أو أن يضيف ولكن نعود في البداية أرحب بضيف الحلقة الليلة تنضم إلينا السيدة زينة منصور الكاتبة والباحثة السياسية من بيروت سيدة منصور مساء الخير أهلا بيك مساء النور فشل جديد إذن لانتخاب رئيس جديد للبلاد لماذا يتكرر هذا الفشل؟ وما الذي حصل اليوم أيضا؟ وأعاد أيضا صورة الفشل لهذا البلد المرهق والمتعب؟ مساء الخير سيد الكريم أحييك وأحيي المشاهدين الكرام وشكرا على الدعوة للمشاركة في هذه الحلقة القيمة أولا الفشل يتكرر دخل لبنان الشهر العاشر من الفشل في جولات انتخاب رئيس الجمهورية ضمن الشهرين المندرجين في سياق المهلة الدستورية الأولى وثمانية أشهر ما بعد تجاوز هذه المهلة للانتخاب فإذن الفشل يتكرر لأنه يعكس أزمة نظام يعكس أزمة حكم الفشل الاقتصادي يوازيه ويعادله فشل سياسي وهذا الفشل السياسي يتمظهر مؤسساتيا على مستوى مؤسسة مجلس النواب والحكومة وحتى المؤسسة القضائية وكما تعلمون الجيش وقوى الأمن أيضا في حالة معاناة شديدة الوطأ نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي فإذن هو فشل نظام حكم هو فشل الأداء السياسي وفشل أيضا على المستوى الدستوري بالإمكان القول أن نظام الطائف أو ما سمي بوثيقة العيش المشترك بعد ثلاثة عقود ونيف من التجارب المتكررة ومن حالة الفشل والاستعصاء على المستويين السياسي والاقتصادي لم يتوصل لبنان إلى قيامة الدولة أو بناء الدولة رغم المائة مليار دولار دين على المستوى الاقتصادي فهذا الفشل هو فشل في عمق النظام ما يستدعي أن يكون الإصلاح الاقتصادي يتوائم ويسير بموازاة إصلاحات سياسية تصب مباشرة في آليات الإدارة والحوكمة من أجل فعليا عملية إنقاذ سياسي اقتصادي للبنان أما الذي حصل اليوم سيد الكريم هو مشهد معاد مكرر في كباش سياسي بين مربع سياسي يضم ألوان متعددة من المعارضة والمستقلين في محور يرفض سياسة الهيمنة والفرض التي يفرضها الثناء الشيعي على آلية انتخاب رئيس الجمهورية والمربع الآخر المتمثل بالثناء الشيعي حركة أمل وحزب الله وحلفائهم ضمن الكتل النيابية هذا التعادل السلبي الذي شهدناه اليوم يطوي مرحلة عشرة أشهر من الفراغ الرئاسي وينطلق بمرحلة جديدة من الاستعصاء ومن أزمة النظام والحكم والاقتصاد وهي أزمة برغم تدخل المسارين الفرنسي والأمريكي عبر اتصالات لمفادينة من قبل باريس وواشنطن ولكن دخل النظام اللبناني على المستويين السياسي والاقتصادي في أزمة حكم شديدة الوطأ تستبعي فعلا إجراء إعادة نظر وتقييم لكل المراحل السابقة بإخفاقاتها أولا طيب حتى نقرب الصورة لأن جمهورنا مختلط الحقيقة لبناني وعربي بشكل يعني دون الانحياز لطرف أو آخر لماذا غادر اليوم نواب حزب الله في الجلسة الثانية التي كان يمكن أن تسفر عن رئيس جديد للبلاد يعني ويخرج ربما من هذه الأزمة ويبدأ في لملمة أوضاعه نعم هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ بها السناء الشيعي لما يسمى بعملية تطيير النصاب أو فقدان النصاب الممثل بأكترية الثلاثين أو الثلاثين نائبا فإذن السناء الشيعي يريد أن يعين رئيس إذا أردنا أن نتكلم كما يحكى في الأروقة السياسية اللبنانية يريد أن يكون عملية رئيس الجمهورية ضمن شروطه ضمن دفتر الشروط التي يضعها أن يكون رئيس مجرب لا يطعن المقاومة أو حزب الله في ظهره وأن يكون رئيس ينسق بشكل تام مع الثناء الشيعي في حين أن هناك التكتل السياسي القائم على المعارضة والمستقلين والتغييريين وشخصيات أخرى ينشدون منح سياسي آخر يعيد لبنان إلى موقعه الطبيعي بعيدا عن هذا المعسكر الذي أوصل لبنان إلى حالة من القطيعة والعزلة والانهيار والدمار فإذن هناك حرب سياسية هناك هيمنة لفريق سياسي معين يحاول أن يفرض شروطه على بقية الأفريقاء علما أن لديه حلفاء وأعوان وشركاء في كافة الطوائف حتى ممن يقفون اليوم في خانة المعارضة أو في خانة تأييد أزعور فهم يعلمون أن هذه الجلسة لن تنتج رئيس وأن الكتل النيابية ذاهبة إلى نوع من الحوار أو التوافق على اسم سالس إذا لم يكن أحد الإسمين فهو اسم سالس فإذن كل الأفريقاء السياسيين اليوم يلعبون لعبة الهروب إلى الأمام من أجل انتظار تسوية تلقي بثقلها من الخارج عواصم القرار باريس واشنطن والرياض طيب لكن برأيك كمتابعة هذه الأحزاب السياسية أكانت حزب الله وحلفائها أو الطرف الآخر يعني لم يصلوا بعد لتقدير معاناة اللبنانيين على المستوى الاقتصادي والمعيشي والصحي يعني مواطن لبناني لم يعد يجد قدرة على شراء الأدوية العملة الآن يعني انهارت تماما وضع اقتصادي الحقيقة غير مسبوخ هذه الكتل السياسية لم تتضرر من هذا الواقع الاقتصادي برأيك وبالتالي ربما لا تستطيع أو لا تلامس ما يعيشه المواطن اللبنان هذه الكتل السياسية وعلى رأسها تكتل الثناء الشيعي اعتاد على فرض هيمنته وسيطرته وسطوته واستئثاره واختزاله للسلطة اللبنانية لبل للسلطات السلطتين التنفيذية والتشريعية واضافة إلى السلطات الأخرى وهو لا يقبل أن يخسر مواقعه ونقاط نفوذه داخل هذا النظام لذلك شاهدنا تصريحات عدة أن الفريق الممثل بالممانعة هو مستعد أن يبقى لأشهر وربما لسنتين أو أكثر من أجل تحقيق المرشح الذي يريده والذي يحقق أجندته وأهدافه في إدارة الحكم في لبنان فإذا نحن أمام أزمة حكم أعيد وأكرر هي ليست فقط أزمة انهيار اقتصادي الانهيار الاقتصادي والمالي جاء نتيجة انهيار سياسي منظومة اتفاق الطائف إذا جاء التعبير تتلاشى تصدعت رغم أن هناك إنكار لهذا التصدع والكل يتحدث عن عملية ترقيع للنظام لكن الكل يدرك أن حجم الدمار المؤسساتي والاقتصادي الذي يشهده لبنان اليوم بات غير قابل للإصلاح حتى أن المسؤول لأحد كبار المسؤولين الفرنسيين عام 2019 بعد جولة على المسؤولين اللبنانيين قال عبارة شهيرة إن لبنان دولة غير قابلة للإصلاح فإذا كل ما يحكى اليوم عن عملية انتخاب رئيس عن عملية حوار عن عملية دخول وسطات خارجية نعم هي قد تحل الأزمة في سباق قفز الحواجز أمام التحديات الاقتصادية والسياسية لكن فعليا يجب إعادة النظر في مرحلة ثلاثة عقود ونصف من حكم لبنان وما نتج عنها من تراجع لبنان مئة سنة إلى الوراء هذه كلها تستدعي موقف أخلاقي وطني سياسي طبعا في الصدارة ولكن لإعادة النظر بكيف نريد لبنان وهل يمكن أن يستمر على هذا المسار أم هو ولاد لأزمات مستدامة يعني في هذا دكتورة أنت تطرحين ربما إعادة النظر جذريا في نظام المحاصصة الطائفية الذي يحكم لبنان منذ سنوات طويلة نعم سيد الكريم اسمح لي أن أشير إلى كلمة محاصصة أنا أعلم أنها تتكرر كثيرا على الإعلام اللبناني ولكن بالمعنى الدستوري لبنان قائم على إدارة التنوع وليس على المحاصصة هناك إدارة التنوع وهذه ميزة فريدة في النظام اللبناني لأنه بلد فعلا ولكنها فشلت هذه الميزة وليس على العددية وهذه ميزة لبنان أنه دولة قائمة على إدارة التنوع وعلى التعددية والتشاركية حين سميت محاصصة كانت نتيجة سوء الإدارة وسوء الحوكمة من قبل من تولوا الحكم نعم هناك عيوب في هذا النظام بالتجربة لا أحد ينكرها أما أن نطلق أن المشكلة هي في المحاصصة لا هناك إدارة التنوع وهذه ميزة من أنظمة الدول الفسائية من حيث تكمينها الاجتماعي والديني وليست عيبا بل هي قوة نقاط قوة ونقاط غنى وتنوع أما المحاصصة أتت في الصفقات في المشاريع في الهدر في الفساد أما على مستوى إدارة التنوع كان لبنان وما زال وسيبقى تعدديا وعندما قتلت هذه الصيغة التعددية انهار لبنان وانحرف عن مساره الطبيعي والتاريخي والحضاري والمستقبلي طيب السيد نبيه بري رئيس البرلمان قال بأن هذا يعني إشكال أو عقدة الرئيس لن تحل إلا بالتوافق ودعا إلى سلوك ما سماه طريق الحوار يعني هذه الدعوة الحقيقة تتكرر في كل لحظة يفشل فيها البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد يعني ما الجديد هذه المرة برأيك؟ نعم الجديد هذه المرة أن حاولوا أن يخرجوا بمخرجات الجلسة بين 51 و59 وكتلة ثالثة بحوالي 18 صوتا 51 و59 و18 صوتا حاول الثناء الشيعي وحلفائه أن يقولوا أن هناك حالة من التوازن السلبي أو التعادل السلبي التي تخلق حالة من الاستعصاء وبأن لا أحد يستطيع أن يفرد شروطه على الآخر وبأن الطرفين بمعنى المربع الأول المعارض والمربع الثاني التابع للثناء الشيعي بأن هذين المربعين يستخدمان ورقة تطيير النصاب ويستخدمان أيضا ورقة التوازن السلبي عبر استقطاب نواب من الكتلة الثالثة المؤلفة من حوالي 18 نائبا فإذن تعالوا لنجلس ونتكلم ولكن حقيقة ما مضى في الأشهر العشرة المنصرمة أنه عملية تعيين أسماء هناك هذا الاسم وذاك الاسم نحن نوافق على هذين الاسمين وأن تختاروا واحدا هل هذه هي الديمقراطية التي يريدها أو ينشدها لبنان هل هي على قياس حزب أو على قياس طائفة أو مكون سياسي أو مذهبي هنا الاستعصاء وصل الوضع السياسي إلى حالة من الانسداد فعلا يهدد مصير نظام الطائف بكل ما نتج عنه من منظومة مالية اقتصادية سياسية برلمانية وزارية فاسدة تضع لبنان فعلا على مصير الهلاك على المستويين الاقتصادي والسياسي وتجعل المراقب دوليا والمقيم في لبنان يشعر بحالة من انسداد الأفق وبأن الوضع غير قابل للإصلاح حتى لو تم التوافق على انتخاب رئيس هناك أزمة حكم عميقة في الدولة العميقة وهناك أزمة نظام لم تعد قادرة على مجارات التطور ومجارات الزمن خصوصا أن اللوبي المال السياسي هو القابض على انفاس الدولة اللبنانية والمجتمع والاقتصاد طيب أختم معك سيدة زينة منصور يعني أزمة حكم وأزمة نظام ولوبي فاسد ومواطن لبناني يسحق يوما بعد يوم ولا أحد يلتفته إلى حاله أختم معك في أقل من دقيقة لو تكرمتي إذن ما هو المخرج؟ البحث عن مرشح ثالث ربما لمنصب الرئيس والاستغناء عن انفرنجية وأزعور أما هذا بالضبط لأن البلد ربما لم يعد يحتمل الحقيقة إعادة النظر في الأسماء المطروحة عبر النظر بمرشح ثالث توافقي يحظى بتصويت وتأييد الكتلتين الكبيرتين المتواجهتين واحد اثنين إعادة النظر في كل عيوب هذا النظام والثغراته من أجل تحويله إلى نظام منتج لنظام متعثر ونظام معطل نحن أمام دولة معطلة بنظام معطل باقتصاد مفلس بطبقة سياسية معطلة متحاصصة تطبق على أنفاس الدولة والمؤسسات والشعب إذن نحن بحاجة إلى إعادة النظر في النظام إصلاحه، تطويره، تحديثه أو حتى نظام جديد لا مركزي، هناك تروحات كثيرة لا مركزي، فدرالي، نظام آخر، صيغة أخرى ولكن لا يمكن الاستمرار في هذا الأفق المسدود وفي هذا النفق المظلم اقتصاديا وسياسيا سيدة زينة منصورة الكاتبة والباحثة السياسية من بيروت أشكرك جزيل الشكر لا أحد يعلم الحقيقة متى تنتهي أزمات لبنان ولعل وهذا ما ذكرته ضيفتنا الحقيقة والكثير من المتابعين يشيرون إلى هذا بأن الأزمة السياسية هي زادت من تعميق الأزمة الاقتصادية لا نقول بأنه أوجدتها ولكنها زادت من تعميقها وحل الأزمة السياسية بالتأكيد سيسهل حل الأزمة الاقتصادية لأنه أنت عندما تكون لديك حكومة مستقرة برلمان متجانس ومستقر ولا توجد في هذه الصراعات المتكررة ورئيس البلد أيضا في مكتبه يستطيح حينها البلد أن يتواصل مع الجهات المانحة أن يأتي أو يجلب المستثمرين لأنه الاستقرار يعني يجلب الاستثمار إلى البلد والسياح أيضا وتتحل مشاكل لبنان تدريجيا لكن في ظل هذه الأزمة السياسية المستعصية الأرجح بأن الأزمة الاقتصادية أيضا ستستمر نأخذ بعض المشاركات عن طريق الواتساب ولكن قبل ذلك معي بندر على الهاتف تفضل يا بندر أصلا يعني سبق قبل مشكلة كورونا لما عون مسك لبنان كانت لي مداخلة وقلت أنه لبنان لن تعود طالما عون أصبح رئيسا الآن سبب تدمير لبنان هي جهتين اثنين فيها الوسط التجاري البزنس مان هو جزء من الشهر اللب الفسد اللب المالي الفسد نعم نعم هو هذا السبب في تدمير التجارة مع لبنان أصبح التجار في العالم لا يسقون ثقة في ليس هناك أي ثقة في التاجر اللبناني هو محل شك بكل الأحوال هذه أولا ثانيا الحكومة الآن الحكومة لا تدار من الحكومة أو من نفس الأشخاص الذين يديرون النظام نظام لبناني هي تدار من إيران وينسحاب حزب الله في الجلسة الثانية حزب الله سينسحب في الثانية والثالثة والعاشرة وحيقعدوا عشرين سنة لن يكون هناك رئيس المشكلة في لبنان هي باختصار لن تعود لازم الشعب اللبناني يتعود على هذه الحياة ولا ممكن نجد أنه انتحارات أصبحت الانتحارات منتشرة في الشعب اللبناني لكن بندر في كل مجتمع وفي كل نخبة سياسية وفي كل بلد السياسي عليه أن يجد الحل لا أن يغرق في الأزمات يعني برأيك الآن الأحزاب اللبنانية إلى هذا الحد عاجزة عن إيجاد حل؟ يا أخي الأحزاب اللبنانية هم أصلاً المسكين البزنس في لبنان يعني هم الذين يلعبون بالشعب ويلعبون بالسياسة حزب الله الآن قبل يوم أو يومين كان في حلقة على هاني بعل هاني بعل الآن كرت رابح لحزب الله وحركة أمل لأنهم سيبتزون ليبيا من أجل إطلاق صراحه والكرت الثاني هو لمصلحة السوريين النظام السوري سيدخل سياسياً ليبيا ستطلب من بشار التوسط لإخراجه وليبيا طبعاً تسبانا في إرجاعه لمحاكمته لإثبات أن النظام الليبي الجديد هو نظام عادل وحاكم وسيرجع حقوق الشعب للشعب فلن تعود لبنان باختصار طيب كلمة أخيرة بندر لو تكرمت يعني برأيك في هذه الحالة وأمامنا بلد يعني غارق في مشاكله ونخبته أيضاً لا يبدو أنها وجدت المسار الصحيح هل يمكن لطرف عربي فاعل خير أن يتدخل في هذه الحالة بعجالة لو تكرمت؟ لن يكون هناك أي طرف لأنه فقدت السقة في كل الدولة اللبنانية لن يغامر أحد من سواء السعودية الإمارات أو الدول الخليج لن يغامروا بالدخول في المستنقع اللبناني الذي أصبح يعني مليء بالخونة والمصالح الشخصية التي ضيعت الدولة اللبنانية الله يكون في عونا اللبنانيين شكراً لك بندر أشكراً لك بندر من السعودية صوفيا من ألمانيا تقول عن طريق الواتساب أي رئيس للبنان سيتم انتخابه يجب أن يكون النظام السوري موافق عليه وإلا فلن يمر من أي طريق في لبنان دون وجود سيارة مفخخة هناك أو الحل أن يقع التوافق على تعيين بشار الأسد شخصياً رئيساً للدولتين وخلونا نخلص تقول صوفيا من ألمانيا ربما مستهترة لهذا الحد سوريا رغم كل معانته في السنوات الأخيرة ما زال عندها ثقل في داخل لبنان لا أدري أبو القعقاء من قطر يقول المشكلة من فرنسا وإيران متحكمة فرنسا وإيران في لبنان وأنا قلت هذا في حلقة سابقة يقول أبو القعقاء طيب واضح النفوذ الفرنسي فرنسا تتدخل إيران تتدخل الحقيقة دول الخليج وخصوصاً السعودية على الأقل من خلال متابعاتنا دورها تقلص كانت تعم حليف لعائلة الحريري وتياره السني بينظر فرين لكن الآن تراجع كثيراً النفوذ والدور السعودي لكن لبنان واضح بأنه غارق ويزداد غراقاً إلى متى؟ الحقيقة لا أملك لا أنا ولا ربما أي أي إن كان لا يملك إجابة توفيق يقول المشهد السياسي في لبنان يعتبر الأكثر تعقيداً في وطننا العربي المشكلة في اعتقادي يقول يمكن تلخيصها فيما يلي طائفية مقيطة وفساد مالي واقتصادي وإفلات كامل للمفسدين من العقاب لأن كل فاسد يحتمي بطائفته والطائفة طبعاً حاضنة مش قانونية لا طائفتي قريبة حتى لو ذبح كل الدنيا إذا احتمى به فلن أسلمه وهكذا إذن هذا النظام الجميل ربما كما قالت ضيفتنا وهو دليل على التنوع وما إلى ذلك نظام الطائف بينظر فرين نقول محاصصة لأنه ضيفتنا لا تريد استخدام هذا المصطلح ربما كان حل في حينها وبعدها لكن الآن الحقيقة على الأقل كثيرين يتابعون لم يعد حلاً إما لأنه تحول إلى كانتونات فساد ومحسوبيات وما إلى ذلك والجانب الإيجابي فيه اختفى أو لأن الدولة كلها فاسدة والنظام كله فاسد وبالتالي تحتاج تجديد وإعادة إعادة معالجة لكل لكل المشهد السياسي من سيقوم بذلك والحال حتى الرئيس لم يستطيع انتخابه لإثنتي عشر جولة برلمان أيضاً متصار لا يدري الحقيقة أمر في غاية في غاية الصعوبة الهاشمي من السعودية يقول صالح الأزرق لاحظ ماذا يقول صالح الأزرق بح صوته وهو يصيح عاشة الديمقراطية منذ ثلاثة عشر عاماً والنتيجة لبنان بدون رئيس لمدة عام عزيزي ما يجري في لبنان الحقيقة لا يمثل الديمقراطية بصلة لو كانت الديمقراطية التي نعرفها والتي قرأنا عنها ونراها في دول غربية عديدة وناجحة لا خرج لبنان فهمتني يا عزيزي لا يعني النظام الديمقراطي أيضاً فيه عيوب وفيه مشاكل لكن من واجبك أنك أنت السيارة لما تشتريها جديدة يا عزيزي لا يعني أنها تمشي بيك طول العمر لكن لا بد أن تخرب فيها حاجة فأنت إذا تركتها ستنهار السيارة فشو تعمل تخذها للميكانيكي وتصلحها وتزبطها وتعيدها إلى الطريق هذا هو النظام الديمقراطي ما فيش حاجة نظام أنه يمشي إلى الأبد نعم لبنان فيها رئيسه وفيه برلمان ينتخب وفيه كذا لكن هناك عيوب لابد لابد من إصلاحها ومعالجتها نأخذ مشارك أبو القعقاع شارك معنا والآن معنا على الهاتف تفضل يا أبو القعقاع إذا عندك إضافة لما ذكرت نعم نعم يا سيد صالح زي اليومين ادخلت كطر على الخط وساطة وامريكا تلوح أقاب للسياسيين اللبنانيين وإن شاء الله الرئيس بنتخب بعد أسبوع ولا أسبوعين نعم ننتجة الرئيس الجديد اللي هي لبنان فالبلاد دخلت على الخط اليومين هذه بيان من لبنان من مرسل الجزيرة اليوم أوامس أعلن كلام هذا من قطرة تدخلت ورئيس الوزراء ووزراء الخارجية قد وصل قبل فترة لبنان وإن شاء الله نجاح يعني أبو القعقائف منك بأن قطر ذاهبة لمساعدة اللبنانيين للخروج من هذه الأزمة نعم 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 اليومين هذه خلت على الخط نأمل ذلك نأمل ذلك ونحن ندعم هذا الجهد المشكور نعم نذكر اتفاق الداحة بين اللبنانيين اللي خدرها فترة لأنجزيتها قطر وهذا مغير رئيس مغير انتخاب رئيس والأمر منتي يا أستاذ صالح في اعتقادي أنا أن قطر بدني الوضع شكر لك ونأمل ذلك نأمل ذلك من هذا المنبر نشيد بأي جهد الحقيقة أكان قطري أو سعودي أو خليجي كافة ولم لا تتعاون السعودية أيضا قطر في إنجاح هذا المسار لابد يا جماعة الخير والله نحن في هذا المنبر دائما ونزعم الحقيقة والحكم لكم طبعا نزعم بأننا ضمن موجة الإعلام الهادف دائما يسعدنا أن تحل مشاكل هذه الدول العربية وأن تتآخى فيما بينها والأزمة اللبنانية الحقيقة في مقدمة هذه الأزمات لأنه بلد انهار بكامله ولا يمكن لا يمكن أن نترك الجراحات هكذا ونحن متفرجين من الربوة لابد من التدخل التدخل الإيجابي بالطبع الآن تدخل على الأقل وفق ما يقول أبو القعقاع هذا الجهد لو يدعم بجهد أيضا سعودي ويريد إيران تتوضع عنه شوي لأنه إيران يا أخي والله العظيم من يعرف أن العرب يثق فيها ولا لا يثق فيها إيران تعطيك من طرف اللساني حلاوة وعلى الأرض الحقيقة لا ترى شيء ما زال نفوذها في كل هذه الدول وما زال الحثيين يهددوا وما زال الوضع العراقي كما هو وما زالت سوريا كما هي طيب يا حبيبتي يعني إذا بدك جيرة حلوة عربية يعني ودول عرب أيضا على سمن وعسل معاك وربما حتى يتحالفوا معاك لما لا لكن نريد أفعال مش مجرد أكوال والفعل ربما في لبنان قبل غيره ترفع يدها على لبنان وتكف يد بشار إذا هي قادرة خلي اللبنان ينحلوا مشاكل هذا البلد المرهق فعلا طيب أبو سهيب مساء الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صالح وعليك السلام الإنعكاس السلبي الذي يطرع على المشهد اللبناني أسبابه كثيرة هناك عدة عوامل من بين العوامل هي الإملاءات الخارجية وخاصة هذا التشردم الذي وقع بين الأطياف وبين الذين يتزعمون أو بين الذين يدعون مصلحة لبنان فوق كل اعتبار وليس هناك جدية وليس هناك شيء يظهر في السطح السياسي اللبناني من خلال كله ينادي بوصلة بسلطة ولكن الخاسر هو المواطن اللبناني الذي أصبح يعيش في متاهة بين الضاحية الجنوبية وغيرها من الخلفيات التاريخية لأن الذين يلعبون يا صالح هي سوريا وفرنسا وغيرها من القوى التي لها مصالح اقتصادية ولها مصالح جيوستراتيجية في الجانب السياسي والتقافي الاجتماعي طيب أبو سهيل أبو سهيل إذا كان العامل الخارجي إذا كان العامل الخارجي حاضر وربما حاضر بقوة في لبنان كما هو الحال الحقيقة للأسف في العديد من الدول العربية طيب النخبة اللبنانية هذه الأحزاب التي نراها أمامنا لماذا لا تعقد جلسة مصارحة بعيدا حتى على البرلمان جلسة مصارحة إن شاء الله تكون في بيت أحد أحد الشخصيات اللبنانية يجلسون مع بعضهم أنا لا أبدو طبعا تسطيحية للمسألة ولكن أقولي أنه بالفعل أحيانا جلسات ودية قد تحل مشاكل كبيرة تجلس هذه النخبة أو ممثلين لها جلسة مصارحة وتطرح فيها كل ملفات لقطع يد هذه الجهات التي تتدخل في الشأن اللبناني والخروج بحل يعني لماذا لا يرتقي ساسة لبنان إلى مستوى جراحات هذا البلد أولا قبل كل شيء يا صالح إذا رجعنا إلى فترة الأخيرة الماضية هضأت تلك المظاهر التي جعلت المواطن اللبناني لا يضمن وديعته في البنوك لأن هؤلاء الذين يدعون بأنها معارضة كلهم مقيد يا صالح بالطائفية ومقيد بالمصالح النفعية لأن لبنان الجريح لابد أن يخدمه اللبناني الحقيقي وليس اللبنان المقيد بالإملاءات الخارجية جميل شكرا لك أبو صهيب واضح النقطة شكرا لك وحيد من فرنسا بل رشيد يبدو فقدنا رشيد طيب إبراهيم بن عايشة من المغرب عن طريق الواتساب يقول أنصح كل إخواننا في لبنان انتخاب الرئيس دون شروط مسبقة وإلا سوف تغرق لبنان في فوضى لا قدر الله ربما أكثر مما هي عليه الآن يقول إبراهيم بن عايشة من المغرب صالح من المغرب يقول ما يحصل في لبنان من عراقيل كي لا يتم التصويت على رئيس البلاد ما رده إلى الطائفية والمحاصصة التي يوم يرسها حزب الله ومن يسانده في الداخل والخارج على كل حال هي كل الأطراف مسؤولة طيب لماذا حتى لا نقف أو لا يقف ربما طيف من الجمهور ضد حزب الله طيب لماذا لا يتنازل الطرف الآخر للمرشح الذي يدعمه حزب الله حزب الله يدعم سلمان فرنجية لماذا الأطراف الأخرى لا تؤيد سلمان فرنجية ما وكل طرف يقول لك يعني أنا أنا عندي حجر الحاجر دون من ليبيا يقول في انتخاب الرئيس السابق فشل البرلمان اللبناني 47 مرة في انتخاب الرئيس للبلاد هذا هو المشكل مشاكل لبنان كما ذكرت ضيفاتهنا منذ قليل تبدو انها مستعصية حتى لو تم حل هذه المشكلة مشكلة الرئيس لا يعني ان مشاكل لبنان تحلت لماذا لانه السوس السوس الورم السرطاني موجود وبالتالي لابد من معالجة ازمات وامراض النظام السياسي في لبنان هذا ما ذكرته ضيفاتهنا منذ قليل وهي نقاط في غاية الاهمية قتلك البحث في عيوب هذا النظام ومراجعتها واصلاحه وتطويره وتحديثه متى يتم ذلك هذا سؤال معلق الحقيقة طيب عبدالعظيم من الاردن يقول لبنان تتقاسمه اطراف سياسية مختلفة منها ايرانية بمثل يمثلها حزب الله سعودية يمثلها الحريري وانا ذكرت منذ قليل بحقيقة بانه نعرف الان بانه الدعم السعودي للحريري تراجع وربما اختفى اودالي على ذلك ان الحريري الان ليس ليس يعني محورا في السلطة اللبنانية ومنها فرنسية يقول ودرزية ومنها حرامية ومنتفعين وغيرهم كيف تتفق هذه الاطراف يقول المتناحرة على الشعب المسكين الحل هو رحيل هذه الاطراف كلها وترك الشعب يختاروا قيادتهم طبعا طرح ان الاطراف كلها عليها ان تغادر هذا انا برأيي طبعا المتواضع طرح مثالي لا يمكنك ان تقول النخبة السياسية كلها تغادر منين رح اجيبي عن النخبة السياسية من المريخ حتى ايضا لو مين رح يقبل لك ان النخبة السياسية كلها تغادر من تحكم البلد يعني كل بلد عنده اطراف سياسية المشكلة في النضج والوعي والمسئولية اذا كان هذه الاطراف تتحلى بكل هذه النقاط الحل وارد لكن للأسف يبدو انه البزنس داخل على السياسة وهنا المشكلة والفسادة الذي تعاني منه دول عربية عديدة تجده مسئول وعنده بزنس في البلد وبالتالي هو يخدم فيه في البزنس مش يخدم في البلد وانا ذكرت سابقا يعني وزير عربي في السودان العظيم الرجل اعمال اعرفه ذهب الى السودان وجلس هناك مع الحكومة مع احد الوزراء للاستثمار فجلس معه الوزير حديث طويل وعريض وفي النهاية الوزير قال بكل صراحة طبعا صراحة مشوهة وبجاحة كما لا ادري اذا كان المصطلح سليم وانا عمولتي كم طبعا هذا ليس الان يعني منذ سنوات ايام الرئيس البشير قال له انا عمولتي كم تصور انت وزير يحترم نفسه يطالب في عموله من رجل اعمال بش تعرف الفساد كم الوزير في العالم العربي انا لا اريد ان اعمم لكن الكثير ممن يقوم بدور لهذا البلد او ذاك تجيده فاسد وتجيه العمولات من تحت الطاولة وبالتالي علينا ان نحارب الفساد والله لو كنت انا رئيس مسؤول عقوبة الفساد لا ارفعها لأعلى عقوبة ان شاء الله تصل الى الاعدار حتى اللي يمسك ويتعاقب يكون عبرة للجميع عندك الفساد وعندك المخدرات اكبر خطرين يهدداني بلداننا ابو رجاء مساء الخير مساء الخير اهلا وسهلا اهلا بك تفضل اهلا وسهلا اخي صالح ايوا مساء الخير مساء الوردة تفضل مشاركتك يا ابو رجاء بسرعة لان الوقت يلاحك صاركتين اني عندي مشكل زي مشكل لبناني يا اخي والله مشكل لبناني هذا واضح يعني الدولة مستعمرة من طرف فرنسا ومن طرف ايران والشوق الباقي في اسرائيل لكن انا عندي عتب على اخوتي في البدادة عني من اليوم قبل انتخاب اخي وردقان وانا كل يوم للتصريب بعض الاحيان يتعلقوني بعض الاحيان ما يردوا علي الله يعني يعني يردوا علي لا لا ابو رجاء 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 نقليك في موضوع الحلقة العتب العتب لما تتصل يعني لا نريد ان نحول هذا الموضوع الحقيقي الى جلسة مقه طبعا لا احد ينعو كلم المشاركة عزيزي عندك مشكلة في الخط لا عندي مشكلة في الخط والله وكان عندي مشكلة في الخط ما اقتلك صدروا جمعانا الان على الهواء اعطيني مشاركة مفيدة يا عزيزي صدر مشاركة مفيدة انه لنسف الشديق والله انه وقالنا الواحد والعشرين عن بلد عربي من اقدم البلدان في التقدم وهو الجرائل العربية كيف تعرف في لبنان ونحن بلد استقافة لبنان هذا وانه بهذه الطريقة تتحكم فيه ايران تتحكم فيه فرنسا تتحكم فيه اسرائيل والله هذا موصف طيب اين الدور العربي حتى نتقدم بالحوار اين الدور العربي اذا اقول لك شوف هذا هو اللي كنت جايه وعلى فكرة المرة اللي فاتت وانه في الحقيقة سبت لكزير كنت تتناولون دور العربي دور القيمة العربية قبل السبوع وسبوع وشي شوف انا كنت واعدة اقول لك ان هيا يقع على عاتق ما يسمونه انفسهم الجامعة العربية والدور العربية وحتى الدور العربية التي تقول بانها نافية كالسعودية مثلا او الجسائر او مصر هم الدنيا بالحقيقة هذا ليس جميل انت كل دولة عربية عندها مشكلة من تقريبا سلتين وفد عربي رئيستين مليك رئيس رحمة ولي عهد الورد طب وجهني يا ابو رجاء الله يبارك فيك من هذا المنبر وجه رسالة للأستاذ المحترم ابو الغيط يعني يقول له لماذا لماذا لا ترسل وفد الآن قبل الغد الى لبنان فضل لا 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 شوف هياك نايم والله صدقني ابو الغيط نايم والله نايم مش موجود شوف احنا إذا كنا نريد ان نضحك على أنفسنا ونضحك على شعورنا نووشي الشقي حتى الجامعة العربية ما هي شامع عربي فيه دولة عربية كلها تقوم الى دول التي هي تريد ان تقوم به بس لو كانت فيه جامعة عربية ما كان هناك هذا الحال وس fale ما كانت السودان بها الحال كما كنا دائما نقول لبنان هذه أنا أطلب من مليك الإردن يعني الدول Tap они أطلب من مليك إردن وأطلب من أمير قطر وأطلب من رئيس جزائر وواحد من دول المغرب العربية عنهم يروح لبنان والله أكيد عندما يروح وأندي قبلتم هناك في اللبنانيين سيحل المشكل شكر لك يقال هناك وما يجلس يوم يومين حياك الله شكر لك أبو رجاء يريد العرب يتداعو لمساعدة لبنان وتضميد جراحه والخروج بحل وربما مساعدتها حتى بعد انتخاب الرئيس لأنه على الأرجح انتخاب الرئيس لن تحل كل مشاكل لبنان الحقيقة لابد من مساعدته اللبنانيين في مراجعة عيوب هذا النظام السياسي حتى يتفاهموا ما تصير مشكلة كل مرة كل مرة يصير رئيس جديد تصير نفس المشكلة لابد من حلها يعني عيب والله يوسف من الكويت يقول لا نكذب على بعض هكذا يقول مدام حزب الله يتصرف بسلاحه سيبقى حزب الله متحكم بالحياة السياسية في لبنان كانوا ينادون بمرشح آخر من المعارضة ليذهبوا لمجلس النواب وعندما تم ترشيح الزعور صرحوا نواب الحزب أنه لن يصل إلى الرئاسة هو الحقيقة يعني خلينا الحوار يطول جدا إنما في بلد محترم يكون فيها طرف سياسية يشارك في السلطة وعنده جناح مسلح الأمر لا يستقيم والله مقاومة على عيني وراسي لكن يا حبيبي أنت تشارك في السياسة طيب خليك في المقاومة وخلي السياسة لغيرك لا هو بشارك في السلطة وعنده جناح سياسي خلك أنا مقاومة طيب كل الناس مقاومة خلي التائرات سياسية الأخرى تحمل السلاح السلاح مبدأ وأنا قلته وأكرره السلاح تتحكم فيه الدولة لما يحتاج لبنان للمقاومة على نفسه وتحرير أرضه كل اللبنانيين سيحملون السلاح ليس حزب الله وحده فالأفضل لكل بلدان العربية أن السلاح يبقى محتكر من قبل الجيش والشرطة والدولة ليس غيره لبنان أحد علاته الكبرى وأقولها بكل صراحة على هذا المنبر هو أن حزب الله دون غيره يحمل السلاح طيب مقاومة على راسي وعيني لكن يا أخي ليس هذا هو الحل طيب عبد رب النبي من المغرب يقول لبنان دولة عربية لكن يسودها كثرة المرجعيات والطائفية والتدخلات الخارجية فانهيار الدولة اللبنانية سياسيا واقتصاديا أدى بالنظام اللبناني إلى عدم القدرة لانتخاب رئيس لجميع اللبنانيين وبجميع أطيافهم طيب من المغرب يقول معادلة تتيح انتخاب رئيس لبنان في جلسة واحدة نقول لحزب الله إما انتخاب رئيس أو فتح تحقيق حول مرفأ بيروت كما يقول عمر من السويد يقول الأزمة في لبنان بسبب تسلط حزب الله على البلد وسعيه للهيمنة على مراكز القرار طيب كل هذه الرسائل التي تأتيني على الواتساب وأصحابها يتابعوني الآن أسمعون أصواتكم على الهواء يعني أنا أسعيد برسائلكم لكن ما فيها بس يعني يكون عندك الاتصال أمامك على الواتساب اتصل وأسمعنا صوتك أنا أريد أن أستمع لصوت مريم عفانة دائما تشارك معنا طيب أسمعيني صوتك على الهواء الواتساب أمامك والتصلي يا جماعة الخير التنويع دائما جيد وخليكم استخدموا أيضا خدمة سكايب لا أدري ليه جمهورنا مقصر في موضوع السكايب مريم عفانة من الأردن تقول العقبة الرئيسية هو حزب الله في فشل الانتخابات اللبنانية أينما حل حزب الله والشيعة حل الخراب والفشل في جميع مناحي البلاد لأن حزب الله حكومة داخل الحكومة ودولة برأسين أنا لا أريد أن أعمم ولكن على كل حال هذا موقف مريم عفانة أبو سقر من ليبيا يقول اختيار الرئيس في لبنان يتم بناء على توافقات دولية وما يجري في البرلمان هو تحريك لمياه راكدة كثيرة هي المشاركات أمامي الحقيقة على الواتساب ويريد أصحابها لو تواصلوا معنا على الهاتف كان أفضل غيث الهمالي من ليبيا يقول كيف يتم انتخاب رئيس لبنان وسعيد الحريري بيد السعودية ونبيه بري بيد بشار وحسن أصر الله بيد إيران وفرنسا تحوم على جملات والحريري يقول غيث الهمالي من ليبيا طيب أشكر أحسن من الجزائر واتصال أيضا من السعودية أبو رائد يقول طيب أبو رائد في موضوع خارج الإطار أصلا شكر لك على كل حال أبو رائد ويريد تتحسن شوية من ألفاظك تجاه أخوانك أيضا أشكر محمد الزعبي وأبو خالد وآخرين كثر أيضا أمامي أشكركم جميعا ولكن للأسف هذا ما سمح به الوقت لأن أتوقف مع هذا الفاصل الإخباري ثم نعود المشهد التونسي والتغريدات المنسوبة لنادي عكاشة تغريدات خطيرة وخطيرة للغاية الحقيقة فلا تذهب بعيدا أبدأ هذا الموجز الليلة من سوريا إصابة جندي بجروح خطيرة في قصف جوي إسرائيلي استهدف محيط عاصمة عربية وهي دمشق طبعا العرب وكأن هذا الخبر لا يعنيها طيب مش عودت أرجعت علاقاتكم الآن مع النظام السوري طيب اتحدث يا جماعة عاصمة عربية تقصف من قبل المحتل الصهيوني هذا ليس حدثا وكأنه أمر عادي أصيب جندي سوري بجروح ووقعت أضرار مادية جراء قصف جوي صهيوني بالصواريخ استهدف نقاطا بريف دمشق مما أسقطت الدفاعات الجوية السورية عددا من الصواريخ الإسرائيلية أو فيما أسقطت الدفاعات هكذا ذكر طبعا في المواقع السورية وذكر مصدر عسكري أنه حوالي الساعة الواحدة وخمس دقائق من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب غرب دمشق وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها أذكر دائما ككل مرة القانون الدولي يسمح لك أنك ترد على العدوان بمثله وأكتفي بهذا هذا القانون الدولي شو يسمح لك مش يقول لك إذا دولة قصفاتك نام ما حقك دفع عن نفسك فلسطين اعتقالات وهدم لمنزلين الخبر التالي بالنقب والقدس وقطعان المسوطنين يواصلون هوايتهم اليومية في اقتحام أقصى العرب والمسلمين هدمت أليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلا بقرية سعوة في النقب الداخل الفلسطيني المحتل بذريعة البناء دون ترخيص تصور والله العظيم نكتة هذه دائما ذريعة البناء بدون رخصة أنت تحتل لأرضي ثم أنت تقول أنا عندي رخصة ولا ما عندي رخصة استحي أيها المحتل الصهيوني المجرم معقولة الفلسطيني صار هو اللي يبني بدون رخصة أما أنت الرخصة من يجيبها أنت اللي لا تملك لا رخصة ولا حق في الوجود أصلا صهيوني مجرم محتل الفلسطيني صاحب الأرض صار هو اللي عنده بنابد الرخصة المنطق منطق القوة والإجرام للأسف وقبل يومين هدمت جرفات وآليات الاحتلال خمس مساكن تصور لعائلة الغول في ضواحق قرية عرعر بالنقب وأبقت صحابها كباراً وصغاراً في العراء حتى تعرف شو يعاني الفلسطيني وبعض العرب مازالوا ينبطحوا يوماً بعد يوم للمحتل دون سقف أو مأوى على الرغم من أجواء الحر الشديد في سياق متصل هدمت جرفات بلدية الاحتلال اليوم أيضاً بريكس في بلدة سلوان في مدينة القدس هكذا شغالين في الهدم يومياً في الاثناء اقتحم عشرات المستوطنين الإرهابيين المسجد الأقصى اليوم في مدينة القدس طبعاً بحماية مشددة من شرطة الاحتلال وهكذا يكررون يومياً ومش سائلين في العرب ولا المسلمين إلى اليمن الآن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات يهاجم الحكومة ويلوح بإرادة ذاتية أو إدارة ذاتية عفواً لجنوب البلاد هاجم المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة اليمنية ورئيسها معين عبد المالك بعد يومين من هجوم شنه نائب رئيس المجلس وعضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أبو زرع عبد الرحمن المحرمي على رئيس الحكومة بسبب ترد وتدهر الأوضاع التي يعيشها الجنوب كما قال ترافق الهجوم مع تصعيد جديد للانتقالي بدأه بمنع تسليم إرادات عدن إلى البنك المركزي ملوحاً بالتوجه نحو إدارة الجنوب من قبله إلى إفريقيا الآن الرئيس الكيني يدعو الدول الإفريقية إلى التخلي عن استخدام الدولار الأمريكي في التجارة بين القارات لاحظ اللهجة الإفريقية تزداد قوة ضد أمريكا وضد فرنسا وغيرها دعا الرئيس كيني ويليام ساموي روتو في تصريح من برلمان جيبوتي الدول الإفريقية إلى التخلي عن استخدام الدولار الأمريكي في التجارة بين القارات نختم بالجزائر وفاة العلامة آية على الجد أحد قضاة ثورة التحرير عن عمر الناهزة 106 أعوام رحمه الله توفي رئيس مجلس الفتوى بالجزائر أحد قضاة ثورة التحريض ضد الاستعمار الفرنسي العلامة محمد الطاهر آية علجة مساء أمس عن عمر الناهزة 106 سنوات بعد صراع مع المرض كان هذا آخر خبر في هذا الموجز بعد الفصل نتحول إلى تونس تغريدات خطيرة منسوبة لنادي عكاشة تتهم سعيد بالتآمر ما صحتها وما تداعيتها نعود هذا الموضوع بدا